السلام عليكم بينما كنا نمنل نفس بقرب انفراج أزمة التعليم هذه الأزمة التي عمرت مدة طويلة وبدأت بوادر الانفراج تلوح في الأفق وبدأ الأساتد يستعدون للعودة إلى أقسامهم وينتدرون صدور المرسوم المعدل وثم فجأة ومن غير سابق إنذار تخرج علينا هذه القرارات القرارات التوقيف توقيف الأساتد توقيف عدد كبير جدا من الأساتد عبر ربوع المملكة وهذا يدل على أن هناك دوائر في صنع القرار لا تريد حلا لهذه الأزمة فكلما بدأت بوادر الحل تلوح في الأفق وأصبحنا على مرمى حجر من نهاية الأزمة يأتي قرار يعني هكذا أرعا فيعيد الأمور إلى البداية وهنا أتذكر قول الكاتب العام للنقاب الوطني للتعليم الذي قال في مقابلة مع أن هناك في الإدارة المركزية من لا يريد حلا لهذه الأزمة قلت جاءت هذه التوقيفات التعسفية في حق قادة التنسيقيات ومنسقها وهذه التوقيفات شملت عدد كما قلت عدد كبير من الأساتدة وهو أمر يعني غير مسبوق وله تبعات خطيرة وسنأتي هنا يعني معرفة أو محاولة فك الغاز هذه التوقيفات لماذا صدرت هذه التوقيفات في هذا الوقت بالضبط ما الدافع وراءها إذن فقط هذه القراءة شخصية يمكن أن يقرأ أحد آخر قراءات أخرى المهم أجملتها في بعض النقطة النقطة الأولى عقلية الانتقام لدى دوائر القرار في الوزارة أو ما يسمى بسقور الوزارة والتي لم تستسغ يعني هذا الحراك التعليمي هذه الدوائر لم تستسغ أن يقوم الأساتدة بكل هذا الحراك وهم يعتبرونه تعنتا من قبل الأساتدة أي أنهم المفروض أنهم يردخون للتعليمات يردخون للقرارات التي تأتيهم ألفوا إصدار القرار لم يألفوا مناقشة قرارهم وبالتالي فهذا الحراك التعليمي وهذه اليقضى من قبل الأساتدة الذين رفضوا المرسوم الأول لم يستسغها بعد صناع القرار في الوزارة وحاولوا جاهدين أو يحاولون جاهدين أن لا ينتهي هذا الحراك إلا بعودة الأساتدة منكسرين وأدلاء في إطار ما يسمى بين قوسين كما قال أحد الوزراء لا يمكن لي دراع الدولة ونحن الدولة يعني يقصد هم هؤلاء الوزراء والصناع القرار في النقطة الأخرى يمكن قراءة هذه القرارات من خلالها هي محاولة تشتيت انتباه الحراك التعليمي يعني الذين قاموا بهذه التوقيفات يحاولون تشتيت انتباه الحراك التعليمي عن المرسوم المعدل الذي قدمت الوزارة مسودة منه للكتاب العامين للنقابات الخمس قصد مراجعته وعرضه على القواعد وابداء ملاحظاتهم عليه وفجأت هذه الخطوة لتحويل المعركة من المرسوم المعدل ومن بنوده من مناقشتها ومن التفكير في طرق الرد وغيرها أو العودة إلى طاولة الحوار إلى معركة جانبية أخرى وهي محاولة إعادة الموقوفين وحل ملفهم يعني هناك ملف جديد الآن عورضة أو هذا الملف وجدت التنسيقيات وجدت ملفا جديدا أمامها يستنزف جهد وقوة القواعد ماديا ومعنويا ومنه يتم يعني تخفيف الضغط على الحكومة في المفاوضات الجارية وبالتالي يعني يمكن تمرير هذا المرسوم بشكل أكثر سلاسة نقطة أخرى يعني يمكن من خلالها النظر إلى هذه القرارات وهي محاولة نصف الحراك التعليمي بعد عدم فعاليات محاولات سابقة فمحاولة نصفية ابتدأت منذ أول ظهوره يعني كما لاحظنا أن الدولة لا تستجيب بسرعة فكانت دائما تنتظر ثم تناور ثم تنتظر ثم تصدر قرارات ثم تنتظر ثم إلى آخر وما يجعل الأزمة تطول وتطول بمعنى رغم أن الحل الذي يبدو في الأفق ليس فيه كل يعني الحل يعني ليس فيه كل ما أراده الأساتداء وليس فيه كل ما أرادت الإدارة لا بد أن يكون هناك توافق معين فالأساتداء لا يطلبون المستحيل والإدارة كذلك لا يمكنها أن تمرر كل مخططاتها المملات عليها من المانحين لكن لا بد من يعني إيجاد حل وسط وهو الذي كانت المفاوضات تسير في اتجاهه لكن هذه الخطوة أعادت الأمور إلى الصفر ثم يعني محاولة نصف الحراك كما قلت بعد عدم فعالية المحاولات السابقة كالاقتطاع كالتخوين كخلق نزاع بين النقابات والتنسيقيات وهذه الخطوة ضرب رؤوس الحراك المتمثلة توقيف رؤوس الحراك ومن شأن هذا يعني هكذا يعتقد الذي قام بهذه القرارات ثاني القواعد عن استمرار في إضرابات التالي تشتيتها تالي احترام اللي كان ضرب القائد فنحن نشتت التنظيم إلى آخر ورغم أن التنسيقيات هي وجدت من عدم هكذا يعني الذي أوجد تلك التنسيقيات من عدم يمكنه أن يوجدها مرة أخرى لماذا؟ لأن إذا استمر الظلم وإذا استمرت اللا عدالة في هذا القطاع واستمرت الملفات المتراكمة فهي التي ستخلق تنسيقيات سمعني يتم ضرب قادة ستأتي ستأتي تنسيقيات جديدة بقادة جدد إلى آخره يعني هذا يظهر أن الذي قام بهذه تخذ هذه القرارات يعني كان غير موفق بالمرة وربما كان متسرعا أكثر الملاحظات التي يمكن أن نلاحظها على هذا القرار كذلك مجموعة من الملاحظات يمكن إجمالها في ما يلي لا يمكن أن تستمر عقلية سنوات الرصاص وإعتماد مقاربة التخويف والقمع والإسكات إسكات الرأي الآخر إسكات الرأي المخالف لأنها لا تأتي بشيء لا تأتي إلا بمزيد من الاحتقان لا تعالج المشكل في لبيا الآن أنت مثلا ستعيد الأساتد منكسرين رغم أنوفهم لكن الظلم هو الذي أخرجهم أول مرة لم يحل الملف إذا الملف فات بقيت عالقة مرة أخرى سينفجر الوضع مرة أخرى في تاريخ آخر ربما تقول بأن الحكومة تريد فقط الأمر لا يعني هي المهم أن يحل المشكل في عهدها كي طريقة الحل لا يهم المهم أن تعود المدارس للاشتغال بشكل عادي أو أكد يبدو لكن فلكي انخارط الأساتد والمؤلمون في المشاريع التي تتبناها الوزارة لا بد من اقتناعهم لا بد من تحمسهم لا بد من مشاركتهم الفعالة النابع عن إرادة حرة وليس بالإكراه هذا ليس يعني وزين يعني صناعة الشيء معين فهذا يعني تربية فهذا تعليم كيفاش غيكون واحد منكسر كيفاش غيربي جيل كيفاش غيكون واحد منكسر ومرغم كيفاش غيشارك في الأنشطة كيفاش غيينشط هذه المدرسة كيفاش غي يعطي المدرسة الحياة لأن المدرسة الفضاء المدرسي هو الحياة المدرسية فالتلميذ حينما يخرج من المنزل ويذهب إلى المدرسة في المدرسة هي حياة هي فضاء جديد هي مكان آخر للعيش هذه المدرسة والمدرسة ليست سجن بالنسبة للأستاذ والطفل حتى يعني نرغم الطفلة والأستاذ معا أن يدخلوا ذلك القسم فكيفاش غتمر هذه الحصة وكيفاش غتكون هذه النفسية تحت الأستاذ ووش من قيم غيمر التلاميذ وإحنا بغينا بغينا يمر قيم الوطنية وقيم حب الوطن وقيم خدمة هذا الوطن إلى آخر إذن هنا رأى السياسيين اللي يتخذوا مثل هذه القرارات يعني أو للمسؤولين أو للإداريين فهم يعني غادين في حقيقة هم غادين ضد الوطن وضد توجهات لديل الدولة كذلك في هذا الإطار دستور المملكة والخطب الملكية تحط دائما على اعتماد المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار لأن ذلك تعتبره هذه الخطب الملكية والدستور يعتبرون خيارا استراتيجيا للدولة من أجل النهوض من أجل التنمية من أجل حل المشاكل لكن بعد دواء ارتخاذ القرار من عد الإداريين في الوزارات ما زالت عقلياتهم للأسف يعني تنهلوا من قاموس قديم جدا قاموس قر وساطي يعني لأن الشعب لا تصلح معه أو الموظفي لا تصلح معهم إلا الشدة وبالتالي فلكي تنجح مشروع معين فيكفي أنك يعني المسؤولين الكبار أو الإداريين أو المكتبيين هم اللي يعني تشوف الوضع تاعة وتحسنوا واحد شوية فهم غير ضغطه ونزيد مجموعة من القوانين الداغطة مجموعة من القوانين الزجرية فبالزجر سيمتتل هذا وهذا يعني هذه الأساليب قديمة جدا أساليب إدارية استعمارية أكل عليها الزمن ولم تعد صالحة في أي دولة فقط دول المتخلفة هي التي ما زالت تنهج هذا النهج في الإدارة وهو أن وكذلك في المقاولات الآن في بعض المقاولات المتخلفة فكيزيدوا الشيفان والشيفان غير ضغطوا للعمال والعمال غادي يزيدوا في الإنتاج فقط وأنت غادي هنا ما غادي تتخلص من القضية عبء الزيادة الأجور وتحسن وضع العمال ففقط تحسن وضع الشيفان وهم غادي ضغطوا عليهم وزيد لهم الزجر وجري إلى عباد الله واللي مخدمش تجري عليه إلى آخري والمقاربة الزجرية فرغي يمتاتله فكأنك تعامل عبيدا فما عرفش أنا كيف هش غادي يكون العبد حذا اللي بغي عبد كيف هش غيقر يتلامد ما يمكنش ممكن يكون عبد يعني يشتغل عقلية عبدي مثلا يشتغل في وزين ولكن عقلية عبد كيف غير يتلامد وكما قلنا هدي يعني هي ضد توجهات الدولة ضد الخطب الملكية ضد الدستور إلى آخرين نقطة أخرى يمكن كذلك الإشارة إلى هنا في الملاحظات على هذه القرارات التوقيفات شملت عددا كبير من الأساتدة كل أستاذ موقوف سيتوقف معه قسمه أن قانون يعاد فيه النظر وعلى الأقل هذا المستر يجب أن لا تتجاوز أسبوع أسبوع إذا كنت بغت عرض الأستاذ على المجلس سأديبي هذا بغض نظر أنا هنا لا أناقش القرار في حد ذاته هل هو من الناحية القانونية هل هو قانونية مغير قانونية إلى آخر لكن فقط أتساءل أنك حينما توقف أستاذ على العمل فأنت توقف معه قسم تلاميذ تلاميذ تحرمهم من الدراسة لماذا ما دفع على هذا الأستاذ هل يعني قام بجنحة قام بجناية أم هو يعني تعتبره خطأ إداري هل خطأ إداري يستوجب أنني أحاقب الأستاذ والتلاميذ معا ما ذنبه هؤلاء شهور ما قرأوش فجي توقف الأستاذ وريت ما يؤرض على المجلس التأديبي وسيتخذ يعني المسطرة ربما تدوم إلى غاية ربعة شهور ربعة شهور يعني زائد ثلث شهور سبعة شهور زائد شهرين تعال عم تسعة شهور يعني نحن في عام عام تلميذ ما قرأش عام عشر شهور أو 11 شهر ما يوصل للمدراسة فكيف سيكون المستوى ذي يلوم اللي سيستأنف الدراسة يقول وقائل والدولة ما اتخذت هذا الإجراء إلا عند البدائل ما هي البدائل الضم عرفنا هذا البدائل عرفنا من قبل عرفنا من اللي كيخرج شي وحد تخرج مش تولد كن عنده رخصة أو عنده رخصة مراضية فشفنا الحلول اللي كتت تاخذ الدول هذا شخص واحد يعني استاد واحد في حوض كامل فما كيلقوش له الحل كي فشنو كينديرو كيتم ضم يعني يتلامد يلو يوزعون على الأقسام الأخرى والتالي يصبح القسم عوض ما يكون فيه نحن الآن نشتغل معدل 36 في القسم أو 40 في القسم فهذا الأستاد مثلا من اللي غادي يقول في القسم عنده 70 60 50 كيفش غادي يقري هذا الآخر وكيفش غادي قبل أنه يقري تلامد الزميل دياله اللي كان بالأمس حدا وكان زميل دياله واليوم هو موقوف ما دارت حاجة الإضراب كل شي كان دير الإضراب بتالي يقفوا كل شي اللي كانوا دير الإضراب يعني 200 أو 300 ألف أستاد نحن يعني كيف بأن المسألة شوية خرجت على المنحة اخذت منحة آخر يعني اخذت منحة سياسة وضيق جدا فكما قلت إذن غادي تعاقب أستاد وتعاقب معه تلامي دياله إذن هن هاد الإنسان هاد اللي اخداها الخطوة واش فكر في هالتابعات إحنا بغن ننهي الموسم و بغن يعني نمشي والكل ينخارط و ينخارط بالجيد وما بقي بالموسم يعني يخص يكون في الخدماء والجد والعمل باش نتدارك وما فات فكيف هش غتدارك ما فات وتوقفتي وحل يعني غير مكون شنو غدي تجيب شحر غدي تجيب شحر غتخسر دي الفلوس باش غتجيب هم هش هاد الحلول الترقيعية اللي غد تبدأ تقل لاش لان رأسك كبير عليك فقط فقط لان واحد المسؤول كبرت فراسه وقال لا هذا كل الله بو ما يدخل وهو يعني بكرامته إنما سيدخل وهو مطاط الرأس هذا الأمر يعني يحتاج صراحة يحتاج إلى إعادة نظر يحتاج إلى تروي يحتاج إلى تدخل من قبل المؤسسات الأخرى كالأحزاب أين دور الوساطة التي تقوم به الأحزاب أين هو لاحظنا أنها طيلة الحراك بقيت محايدة وكأن الأمر لا يعنيها لا سيدخل أحزاب دور الوساطة أخص النقابات دور الوساطة رات تشي واحد مك يحتاكر النظال ته واحد مك يحتاكر أنه يتكلم باسم الشغيلة التعليمية فقط الشغيلة التعليمية هي صنعات النقابات اللي كتدافع إليه فالنقابة لم يدار دور ديلها فهم الأفضل أنها تحل نفسها فقط لأن دور ديالها دائم مش مسألة شخصية لماذا كان شخصا الموضوع المسألة هي مسألة الدولة مسألة هي مسألة أمة مسألة تلاميذ مسألة يعني ليست متعلقة بالأشخاص حتى يبدأ كل واحد ينتقل